الموضوع اعلام ولا تحليل? مقدم برامج ولا محلل تحكيم? احنا اخر مرة اتفقنا ان انت هتختار. وقتلي انا لسه هستشيل وهسأل. خدت القرار ولا لسه? لا لسه شوي. لسه مخدش القرار? ليه? يعني الحاجات دي محتاج ادراسها في وقت طويل شوي. وقت طويل حد امت? يعني انا متأكد ان الاعروض تنهال. طبعا صح كده? كم عرض كده? كم مليونة كم تبقى? يا ربي خلي. موضوع التحليل والتهديم ده هيبقى اكيد مجزة اكتر من التحكيمة. والله مشكلة الامور مادية. يعني في حاجات القيمة الاجتماعية افضل بكتير من القيم المادية. هشوف ان شاء الله كده الفترة اللي جاية انا هنجح في ايه? انا بتمرن دلوقتي على مجموعة مهارات مختلفة. مهارات مختلفة عشان اشوف انا هنجح في ايه? وارأي الناس هتبقى في ايه? عشان خطر لما جاي اخد قرار في الحاجة. اعني انا التحكيم انا انا منهم وعندي خبرات اتنين وعشرين سنة. مه. فما عنديش مشكلة ان انا اخود اي تجربة ادارية ولا فنية. مه. الخبرات انا بعتزر لحضرتك والسادة المشاهدين عشان الصوت في التمرين كانت زائي كتير بقى. صوت عالي. كان بتبقى ايو خلصنا تحكيم بقى مش زائق. لا ده انا زائق. اكتر. ده فيه لعيبة هترتاح دلوقتي هتطاند تقول لك اللي كان بتبقى ابراهيم كان بيزعلنا كتير فخلص كده. ده كلهم اخواتي واصدقائي. والله. اه طبع. ولسه بتتواصل معهم يعني اللعيب تلكورة بتتواصل معهم حتى بشكل ودي بما اننا احنا بعيد دلوقتي يعني انت اللعيبة دي اصدقائك بتتكلم معهم طول الوقت ولا الناس بتبقى زعلنا منك زي. انه نشوفهم في حفلات في افراح في مؤتمرات. اه. لازم طبعا احنا دايرة واحدة وكلنا اصدقائي وكلنا اخوات. 22 سنة تحكيم. راضي عنهم? الحمد لله. بنسبة كم في المية? انت راضي عني? اهم حاجة تبقى راضي عن نفسك. انا ما قدرش قايم نفسي. لا راضي انت حاسي. انا راضي انا راضي ضميري. اه اصير راضي ده ديك حاجة شخصية. الحمد لله انا راضي ضميري. اه. انا انا كفيني اه شرف. اه. اني انا في الفترة اللي اعلنتي فيها اعتزالي لنهاية الموسم. اه. جميع المسئولين عن التحكيم. الحاليين او السابقين. الجميع يعني اتفقوا. اني ان انا مفترض ان انا كامل. اه. فانا خارج اه. من الباب الكبير. من الباب الكبير. صار في النظر كبير اه. اه. يعني الناس مش عايزاني ابعد. اه. اه. حتى اكتر من مرة في برامج كتير. الجمهور في جزء كبير مش عايزنا بعيد. وده خلاني اه يعني اتذكر حاجة كده كابتن ناجي جويني. حاكم الدولة تونس الكبير. مستشار رئيس الالتحاد الدولة الشؤون التحكمية. كان قال لي في مرة قال لي الناس اللي بتهاجم ممكن يبقوا خمسة ستة عشرة. الناس اللي بتشيد مليون. بس اللي بشيده ما بيتكلموش. يعني اللي يبقى راضيين عن ادائك عن التحكيم. ممكن هو قاعد راضي في خلاص وضع طبيعي ان انت تبقى كويس. لكن اللي ينتقد وابقى نقد ونقد هدام مش بناء. الهم خمسة ستة والخمسة ستة فيهم تلاتة مثلا مغردين. مش مغردين ضد ابراهيم نور الدين او ضد محمود البنة او ضد امين عمر او ضد محمد معروف. مغردين ضد للتحكيم نفسه.